اشتركوا في القناة هذا عدد جديد من برنامج ملفات عبر الاقتصادية لا نتحدث فيه هذه المرة عن مسعى تسقيف أسعار مختلف المواد المطلوبة من الجزائريين وكذلك تحديد هوامشها الربح في الكثير من المواد لا سيما تلك المدعمة كمطلب متجدد من قبل الكثير من المتعاملين كل هذا بهدف حماية القدرة الشرائية لدى الجزائريين لا سيما عشية شهر رمضان الكريم الكثير من التحضيرات وكذلك من الأسئلة لا سيما في مسألة تسقيف بعض المواد هل ستنجح الحكومة هذه المرة في رهان ضبط السوق قدر المستطاع هذه الأسئلة وأخرى أثيرها معك سيحمة خليفة نائب برلماني سابق مساوكا سعيد أهلا بك مرحبا مساوكا خير وشكرا على الدعوة عفو أهلا بك عصام بدريسي أمين وطني بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مساوكا سعيد وأهلا بك مرحبا مساوكا خير تحييرك أولي ضبط الكريم والكل متتبعي للقناة تقصدية الأولى طيب سيحمة خليفة ربما كمدخل هذا الموضوع الكلاسيكي لشك أن هناك كتابات هناك الكثير من الروبرتاجات هناك انطباعات أنه نوعا ما نشهد في بعض المواد كل مرة يعني بطريقة أحيانا مبررة ومفهومة وأحيانا بغير مبررة ومفهومة التهاب لأسعار مختلف المواد هنا وهناك يقول لك ربما كحل من الحلول هو أننا سنذهب إلى تسقيف الأسعار إذا اقتضى الأمر ذلك كحل أخير يعني من أجل طبط السوق قدر المستطح ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحية لك ولضيفك الكريم ما بعد أنا نقول في ظنني الأمر تسقيف الأسعار هذا إحنا عنا سوق يخضع للعرض والطالب إذا قدرنا تسقيف نخرجه من مصطلحات العرض والطالب وهل نستطيع اليوم إكمال مسيرة بتسقيف كل المواد لأن المواد ليش واحدة أو اثنين أو ثلاثة كل مرة عنا نوع من المواد يرتفع سعرها إذا كنا كل المواد ندير لها تسقيف أم بعض المواد ندير لها تسقيف إذن الإشكال هنا مجهودات كبيرة أمام معارضة كبيرة لأن حتى التاجر اليوم التاجر عندها مش ربح داخل في العرض والطالب يقول لك أنا جاي بسلعة كما يقولون المواد الأساسية المواد الأساسية اللي ممكن تندير فيها تسقيف المواد الغير الأساسية يعني الكماليات وما إلى ذلك لا تقدرش تدلوا فيها تسقيف إلا أننا اليوم نشاهد في السوق المواد كل أساسية كل ميش أساسية كل الكماليات كل غير الكماليات كلها في ارتباع مستمر دون نرجع إلى الوراء أنا نظر في اعتقادي اعتقادي والله آلم اعتقادي أنا ننظر بالجانب الاقتصادي لأن الحل حل اقتصادي حل علمي ليس قضية أننا نجو ندو إداري إداري قال أيا دلهم تسقيف هيا بيعوا بالثمن هذا ودبرسك شريت كما حبيت بصح أنها لازم تبيع لي حتى يفهمنا المواطن قال بيع لي بـ 30 ألف هكا بيفهم المواطن شانا نقوله قال بيع لي بـ 30 ألف التجر ما تخرجوش التجر ينوضلك مليه أنت يترضي المواطن المستهلك بصح المواطن اللي في الجالي مليه يلفظ وبالتالي تبقى ما بين نارين نار للوسمون لكن هل سيحمد خليفة هل المطلوب الآن أن نقف أمام هذا الأحيان أن الاجتهاب غير المفهوم بمعنى معلش أن الدولة ترفع يدها تماما عن السوق وتتركها كلا قانون العرض والطلب لا بد من ضف الأمور لما ننظر للأمر اقتصاديا بطريقة ألمية الآن الاقتصاد ينقسم إلى اثنين كان الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي الآن في تسييرنا الحالي الآن رانا نمشو باقتصاد كلي الاقتصاد الكلي ما معناه الاقتصاد الكلي أننا ننظر إلى الناتج الناتج العام تعدولا الناتج العام الخام المحلي العام ننظره نعالجه التضخم نعالجه البطالة نعالجه وضعية الدولة بالنسبة للدول كلها تعل عالم ولكن الاقتصاد الجزئي هو مراعاة الأفراد الدخل التاحهم الفردي الدخل الفردي الشركات وما إلى ذلك حينما نهمل هذا الأمر نهمل هذا الجانب ونركز على الجانب أكيد اليوم أنا نعطيك مثال حتى نفهمه اليوم رأنا نصدره في الخضر ونفواكه صح هنا نقول لك كرايك اقتصادي نقول لك حاجة من ليه ندله التصدير ولكن التصدير هنا ستأمل في اقتصاد كلي تدخل في الناتج المحلي الإجمالي ولكن الناتج الفردي ستنضيعه وبالتالي يجب أن يت hired موازنة ما بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي ربما يقول لك الآن المتابع المستهلك المواطن البسيط يقول لك أنا بعيد كل بعد عن هذا اقتصاد جزئي وكلي وهذه الأمور المعني بها الخبير والنائب والحكومي أنا في النهاية إلى متى هذا الأمر يعني تقريبا عشية رمضان أو الآن بغير رمضان لسنا في رمضان الآن تتعرف أن الحديد أسعار الدجاج أسعار البيت أسعار اللعوم أسعار بعض الخضر الآن أمام هذا أعتقد أن التاجر في النهاية هو الذي يسمع كل هذا الكلام وفي الغالب يقدم تبريرات وبأنه ليس هو المسؤول فكرة تسقيف السعر هل هي الآن في صالح التاجر تعفيه من كل هذا السجال؟ أولا أنا أريد أن أطرأ أسوال آخر من المستفيد من ارتفاع الأسعار؟ من المستفيد من الندرة؟ لو شخصنا المرض لا اكتشفنا أو استطعنا أن نكتشف الداء ثم نعطي الدواء التسقيف نحن في الاتحاد العامية الجوحي للجزائيين كنا من الأوائل الذين طالبنا بتقنين الأسعار خاصة وتسقيف المواد المدعمة تسقيف أسعار المواد المدعمة مثل ما كان وهذا منذ 2011 في أزمة زيت والسكر 2011 أزمة الربيع العربي الأسود وتلك المؤامرات الدنيئة التي أرادت أن تقلب اقتصاديات عالمية عربية واقد اقتصادات عربية في 2011 ونحن كنا من الأوائل في 2011 وأنا كنت افتحات العامية الجوحي للجزائيين وقد طالبنا لجنة التحقيق البرنامية نداك وقلنا أن زيادة أسعار الزيت والسكر أصحابها معروفين ولا بد من تقنين أسعارها لأنها مواد مدعمة دعونا نروح في 2023 نعم في 2023 تبقى دائما تلك الأشياء تطفو من هنا وهناك وكل مرة في الأعياد الوطنية في المناسبة الدينية تصنع الندرة وتفهم أدماك أنت تسأل سؤال تقول من المستفيد من الأسعار ومن هو ضد تسقيف الأسعار نحن نحن ضد تسقيف الأسعار لماذا؟ أنا أجردح وأنبه وأنوه لسنا كتجرد تسقيف هوا مش الربع لأن التاجر دائما يأخذ هامي شربح معين من اللي يعمل تجارة ربح وخسارة وبالتالي هامي شربح مشروع لما نرى أن انخفاض الأسعار الأكيد هو أن انخفاض الأسعار يزيد في الاستهلاك ويرفع من أرباح تجار ويزيد من رقم الأعمال ويكون فيه نشاط تجاري والعكس ارتفاع الأسعار راح ينقص من الاستهلاك ويزيد الخسائل للتجار وبالتالي هذه هي المعادلة هذا هو التوضيح ارتفاع الأسعار يضر هذا ملموس كلما انخفضت الأسعار كلما زادت نسبة أرباح تجار الاعتماد على الكمية التاجري بأكثر وبالتالي ارتفاع الأسعار لا يضر التجار وإنما يضر إليك المنتجين الذين يحاولون أن يضاربوا ويخلقون الندر من أجل مضاربة كذلك فيه نوع آخر المنتجين هم الذين يقفون وراء المضاربة حقيقة المنتجين بعض المنتجين أننا نقول الدخلاء ربما وأصحاب المال الفاسد أصحاب الأزمات المفتعلة وأصحاب المخططات الهدامة ككل مرة في شهر رمضان أو قبل شهر رمضان في الأعياد الدينية الأعياد الوطنية نشوف أزمات مفتعلة للأسف أنا أكد أن سبب ارتفاع الأسعار هو الأزمات المفتعلة تجد كذلك ضحية للمضاربة تجد لما ما يصيبش السلع في السوق إما يشتريها بالأثمان الحقيقية اللي في السوق أثمان المضاربين المحتقرين ويتعرض للعقوبة وإما ما يشتريها هو بين المترقة والسندام يتعرض للعقوبة سعيصان بدريسي أمين وطني بالاتحاد العام للتجار والحرفي الآن إذا ذهبنا حالة حالة وذهبنا إلى منتوج منتوج تقريبا عن طريق ملفات يعني ياما نستضيف سواء في مختلف المنتجين وذلك في مختلف الشعب لما تسمع إلى ارتفاع أسعار في بعض المنتوجات هناك تبريرات وهناك من يقول أننا استشرفنا هذه الأمور قبل سنتين إذا تحدثنا عن الدجاج إذا تحدثنا عن البيض إذا تحدثنا عن اللحوم الحمراء لا يقول لك التاجر ربما هو آخر حلقة منه إلى المستهلك لكن إذا مشيت إلى الخطاعات فإنك تسمع الكثير من الحجج يعني مش بالضرورة دائما كما تقول أنت مناورات ومخططات يعني أحيانا في قطاعات ينبغي أن نسغي إلى أسحابها حقيقة في قطاعات ولا بد من العمل ولا بد من تضاف الجود ولكن أنا أؤكد شيء آخر أن التاجر بريء براءة الذئب من دم يعقوب لما يكون ارتفاع في مادة ما هذا القلم كان بعشر دينار غدا تجده بخمسين دينار هناك اتفاق أفوقي يعقل أن يتفق كل التجاع المستوى الوطني بزيادة السعر هذا القلم لا وإنما هناك اتفاق أفوقي بين شخصين أو ثلاث أشخاص القاسم المستقبل التجار أنهم يقتنوا هذه السلعة من شخص واحد أو شخصين بنفس الثمن الحل هنا الحل المشترح لا بد من الرقابة لا بد من الضرب يد من حديد نحن نؤكد دائما أن التجار ضحية هؤلاء أن التجار ضحية السماصرة ضحية الدخلاء اليوم للأسف فيه مال فاسد حتى في أزمة كورونا المضاربة حتى في الأكسجين شيء مؤسف جدا حتى في عيد الأضحى في الأغلام وغيرها هذا هو المشكل نحن نسعى إلى عقل عنت الأسعار وأخلقت العمل التجاري نريد أن نزرع الروح الوطنية طيب بعد مستوى الاتحاد في الغالب تقومون بدراسة لحالة حالة لقطاع قطاع لمنتوج واحد وواحد وتخلصون في النهاية أن الدخلاء وأن تتسميهم المضاربين نعم أكدنا حسب التقارير الوائد نحن نقوم بعمل اجتشرافي لنا 58 مكتب لنا في الدراليات وطنية متخصصة دائما بالتنسيق مع وزارة التجارة وهي مشكورة تتدخل في الحين لدحر كل تلك المؤامرات كل تلك الأزمات المفتعلة حتى للأسف حتى في الخبز دائما حتى في الحليب وتوزيع الحليب وما يحصلوا من تصادمات من تداخل للمهام سأعود إلىك عصام بدريسي فقط أنقل الفكرة سحمة خليفة ليس بالضرورة كما تتحدث عن ناتج المحل الخام أو الاقتصاد الجزئي والكلي أن ندرس إلى القطاعات وأسباب الوصول إلى بعض هذه الأسعار وإنما يقول لك في التاجر بريء في هذا الأمر وهذا يضر به بالعكس هناك كماش وهناك تراجع في الطلب من قبل كثير من المواطنين نحن تحدثنا عن الكماليات والأساسيات ربما أسمح لنفسي نقول لك البعض أصبح حتى في مسألة الأساسيات قد يتخلى نعم إذا كان نتكلم على لحوم بألفين وخمسمائة دينار أعتقد أنه ستصبح كماليات شوف الأغرض نحسبوها بالأرقام اللي ما يقدرش ينكرهما أي إنسان الرقم ما يقدرش يكذبوه والاقتصاد المفروض أنه رقم رقم ننجو نطرح السؤال الأول قبل هذا الوقت كانت الخضر والفاوكي في المواطن قبل هذا الوقت كانت هناك مضاربة موسمية غير موسمية لأن هناك تفاصيل كانت في الموسمية والغير موسمية كانت الأسعار الخضر والفاوكي والأقل الخضر والفاوكي اللي شعلت قال الخضر والفاوكي كانت مقبولة طيب بالرغم اللي كانت هناك مضاربة وكانت هناك كثير من الأمور يميناً وشمالاً إلا أن الأسعار كانت مقبولة والسلع متوفرة الآن لما جينا باش نحاربوا المضاربة طيب نحاربوا المضاربة يعني من المنطق أن السلع تزيد تتوفر بأثمان أقل من الأول قالبت كي جبنا المراقبة صبحت الأسعار طلعت والسلع مفقودة أنا أعطيك مثال مواطن شي يقول اليوم السعر كنت راح نتكلم معه نكمل الجملة وبعد ما نشاف اليوم راح نصدر الخضر والفوكة مليح أننا نصدر وخارج المحروقات صح في الاقتصاد لما تصدر حاجة لما تكون عندك اكتفاء فالاقتصاد يكون عندك اكتفاء ذاتي في المادة بأثمان مقبولة للمواطن للمستهلك فما نقوم بالتصدير ذكنت الطماطب وصلت 20 ألف باش يفهم المواطن وصلت 20 ألف 200 دينار نعم 200 دينار وصلت 20 ألف بلغة الشارع 20 ألف 20 ألف ضكة وانت تقول لي باللي نصدرها أنا معاك تصدير ولكن التصدير إذا كان التأثير التاعه على المستهلك اللي صباح اليوم يشري كون نقوم بإشتراك بلغة 20 ألف والأجرة الشهرية متلبينوا هذك الوسم انجل التصدير هذا حتى يكون عندي منتوج وافير وزايد أنا نعطيك كين بعض المواد اللي نمتوا صدر ورنا نرموها في الويدان نعطيك المشماش مثلا في النقاوس رمي قيسوه في الويدان باشني ونحن نجيبه المشماش هذا كيف يقوله الحمال الحلو يجيبه من الخارج المجفف نجيبه من الخارج كان بعض المواد اللي عندنا اكتفاء فيها وين السعر يقدر يهبط ينزل وتربع حتى العملة الصعبة وبالتالي اليوم ما بين الكلي والجسئي انت لما تصدر رمي دخول وطني ولكن هذا التصدير اللي ما وش فيه وقته وما عندكش الكمية اللازمة يأثرلك على الدخل تعال المواطن هنا عليها يقولك الاقتصاد الجسئي والكلي لازم تراعي لما نصدره نعرف وش نديره هذي حاجة اخرى الحاجة الثانية لما نديره التسقيف يسمى اليوم نحو كلمة تاجر ونسموه حاجة اخرى لان تاجر اللي يقولك التاجر هي أوتحاد التجار يقولك لا بالعكس نحن يخدمنا التسقيف وليل يخدمنا من لي خلق رب الكون من لي رب يخلق الكون وخلق حاجة يسمه ها تجارة كي ينتجارة وكي ينتجارة وكي ينتجارة في شريكة يعني يدي أجر ثابت وكين التاجر التاجر كي تروح تسقس انتراك تدي شافيقة التاجر كين قاعدة كي يجي تدخل للتجارة يقول لك الربح والخسارة متقابلين أكيد ونحن وبالتالي اليوم إذا كان سققت هذه المقاربة نعرف أن قاعدة العرض والطلب هي من تحدد الأسعار نعم بالتأكيد ولكن نحن كتجر قلنا معادلة أخرى أن كلما انخفضت الأسعار كلما زاد هامش ربح التجار عن تاريخ زيادة الاستهدام هذا حقيقي وأكيد نحن لسنا مع أو ضد قانون تهميش تحديد هوا مش ربح والتسقيق الأسعار ولكننا نحاول باب الوطنية دائما نتغاضى عن أمور كثيرة عن مطالب كثيرة للتجار من باب الحفاظ على الاستخدام حتى نذكر معليسي خليفة حتى نذكر بأنك في دولة اجتماعية دولة اجتماعية بأن هناك مواطن دخله لا يزيد عن عشر ألف دينار نحن نحضر عن المبدأ الاجتماعي قاناعة أسعار لأنه معليسي خليفة رغم إدراكنا أن تسقيف الأسعار لا يخدم انطلاق قوي الجزائر الجديدة التي ينصبوا إليها جميعا انطلاق قوي لبناء اقتصاد قوي لا بد أن تذهب كل هذه القيود الاستثمار والتحفيزات قانون الاستثمار الجديد والتحفيزات التي جاء بها كذلك قانون المقاولة لكن لا يمكن أن تبقى متفرج على فوضى وعلى جشع نحن مع تسقيف هوا مش الربح نحن مع تسقيف هوا مش الربح المواد الضرورية التي يحتاجها المواطن دائما باب التضامن تكابل الاجتماعي باب الوطنية وغيرها ولكن نحن ضد تسقيف هوا مش الربح لكي لا نقيد لا يقصد ولكن عندنا آليات وقد اخترحناها الأسعار المرجعية قلنا إذا كانت ارتفاع في مادة ما غير مبرر لوزارة التجارة الحق في الأسعار المرجعية سيد أمين أنت أمين وطني بالإتحاد العام للتجار والحرفيين سعي سام بدريسي لكن يخشى من العكس يعني تسقف سعر وبالتالي أنت لا تتحكم في سلسلة الإنتاج والتوزيع على ذلك فتفاجأ بالعكس الآن تتكلم عن 350 دينار للدجاج يعني لحوم البيضاء الدجاج خاصة العارفون والمنتجون أعتدر يقولك هذا ضرب من الخيال نعم وإجراء استثنائي كما تسقيفه على مستويزات الفلاح على مستوى ديوان أو المؤسسة العمومية لتغذية الأنعام وتربية الدواجن بمناسبة شهر رمضان أو تحسبة لشهر رمضان بسبب الأسعار هذا عمومية التي عرفتها أسعار الدجاج ولكن الدجاج خارج ديوان أو خارج المؤسسة العمومية ينبع بسعر السوق هذا السوق العرض والطلب ومن يحدد ولكن ربما هذه الآليات ستساهم في خفض أسعار الدجاج بالنسبة لأولئك المضاربين هذا الإجراء هو النوع من انكسر الاحتكار وكسر المضاربة وقد أعلمت عنه وزارة التجارة بأنها ستلجأ إذا تطلب الأمر كآخر الحلور إلى تسقيف الأسعار إلى تسقيف الأسعار ولكن تسقيف الأسعار إذا تطلب الأمر ذلك نعم إذا تطلب الأمر اليوم هذه مهام دواوين التي أنشئت خصيصا لإغراق السوق من أجل الضبط الأسعار والتحكم في الأسعار لكن سعرسام أنت تعرف أن هذه الدواوين ليست قريبة من كل جزائريين ليست متاحة في كل المدن وكسرت الفلاحة في الفوج العام الذي طلب به السيد الوزير الأول وكنا أعضاء فيه اقترحنا ومددنا أيدينا إلى الحكومة كنا نحن مستعدون كتجار لأن نساهم في تسويق المنتوجات التي هي مفزرة كيف كان الرد؟ عن طريق التجار المنظويين تحت لوائنا في كل ولايات كيف كان الرد في هذا الإطار؟ كان الرد بالإيجاب الحمد لله وهذا ما سنعمله بالتنسيق مع الشركة الجزائية لللحوم لتسويق اللحوم الطازجة التي حمرت بها السيد الرئيس الجمهورية تحسبة لشهر رمضان عشرين ألف طن ونحن قد عبرنا عن استعدادنا ونحن اليوم في إطار العمل المشترك مع وزارة الفلاحة والجزائرية لللحوم الحمراء كان فيه دفتر شروط أعطى هامي شربح بالنسبة لتجار الجملة هامي شربح بالنسبة لتجار الزيار على أن تباع اللحوم بسعر ألف ومئتين دينار للجزائريين ونحن سنساهم بتسويقها ونذهب بها إلى أبعد نقطة على المستوى الوطني وهذا ربما دام حصرية استيرادها ستكون عمومة شركة الجزائر لللحوم ثم توزيحها يتم فيها إشراك تجار نعم إشراك تجار بها مشربح مساقات محدد بمئة دينار دفتر شروط هو متوفر على مستوى البوابة الإلكترونية لشركة ألف يار وأنا من خلالكم نوجه إلى كل الجزائرين الذين يريدون أن يساهموا في هذا المساء أن يقتنوا أو يتحصلوا على دفتر شروط من الموقع الإلكتروني في هذه الآية أليست حلا أمام التهاب أسعار اللحوم الحمراء وأنا كنت استضفت كل هؤلاء المربين لذلك لذيها ما يبررها من خلال اللحوم الحمراء فيه تراجع في الثروة الحيوانية في الجزائر وذلك طيب حل للقدرة الشرائية للمواطن للمستهلك في شهر رمضان فيه كترة على الطلب حتى نوع فيه من 2500 دينار كما هي الآية الآن الآن فيه جلب لكميات 20 طن من اللحوم الحمراء الحصرية الجزائرية لللحوم ثم تسويقها بإشراك التجار لأنه كان عندنا مشكلة أنه هذه الدواوين نظرك أنها محدودة موجودة في العاصمة موجودة مركزيا في وهران موجودة مركزيا في غسنطين لكن ليس موجودة في 20 كيلومتر خلاص ليس موجودة لأن فيه صورة أنه حتى التجار يتم إشراكهم بها مشربح معين في النهاية 1200 دينار شوف احنا مع فكرة مثلا قال نسقفوا ولا نصيبوا حلول ولكن أنا في ظني في ظني الحلول المؤقتة الحلول اللي تجيب المناسبات أنا ذو كبابا يشيري للحوايج غينهر العيد كما كنا كان ذي الله يرحمه يشيري للحوايج غينهر العيد قال جا رمضان رح نصيبوا حل باش المواطن احنا نحوشوا على حل اقتصادي دائم لدولة قائمة منذ قرون وستبقى إلى قرون ما نبقاش اليومانية قال جا رمضان نشوفوا كيف نديروا نديروا تسقيف ونديروا مراقبة وكذا ونجروا ونكلفوا الدول المراقبة وهذه راية ثانية يتكلفوا أموال وكننا بدأوا نحزبوها رياضيا نصيب هذا كل دراهم تاع المراقبة وكننا نخلي السوق مفتوع خير من اللي نراقب بسكو هذيك المراقبة راح تجيبنا كذا زيت حاجة واحدة أخرى الـ كما يقول لك لما تسقف ويهبطوا الاسعال يبدأ قضية تهريب المواد عن طريق الحدود كمازرات السكر يهربوا كذا يهربوا كذا هي العملية لازم الحل يكون علمي ودائم ومتكامل هذي نقول لك لما نقول المواد الأساسية أنا نقول لك كل المواد الأساسية مرة جابونا قانون وتكلمنا على الرسوم الجمركية انطقت هنا قلت له ودي قال هم المواد الأساسية للرسوم الجمركية كذا كذا قلت له اذكرت واحدة الشامفوان الشامفوان غالي كما يقولون أعقل لهذا كماليات قلت له لالا السيد بسكن عنده مرض في رسول يجب أن يخسل به بالنسبة لالسيد ذاك كمواطن جزائري من الأساسيات إذن أنت ما تقدرش في الرغل إذا يزيده وكما ذلك قال هذا لازم يخسل بالصابون الفلاني بالصابون الفلاني باش نقوله البشرة تعم ما يتخفو جينا لاجي هذه طبية ولكن حالة واحدة أو اثنين من الحياة ولكن نحن نعطل على الأمور الأساسية للمواطن الجزائري في حياته اليومية خبز حليب بقوليات والإجراء الأخير بس كينا حجوع ده أخرى بتنقلها في استراض البقوليات وكسر الاحتكار شيء جيد لأن البقوليات في شتاء شيء ضروري طيب شوفوا في حمال المجهود اللي كم تبذلو فيه حتى حتى المواطن الجزائري انتم ما مشكورين يعني صراحة ترى كم تبذلو فيه مجهور لمصلحة البلاد يعني مع كل الجهات ولكن نحن كجزائريين نبحث على حل دائم اللي ساعد كل الجزائريين والجزائريات طيب على مدق رجاء معلش 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 نحتفظ بالفكرة فاصل قصير فاصل قصير ونواصلها بقو معنا مشاهدين موسيقى